الشباب لو مقابلتهم النهاردة في معرض الكتابة قالو لك ايه؟ لا 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 مش هتصدق ده انا اتصورت كمية صور النهاردة في الناس كتير ايه عم جميل عم جميل وممكن اتصور مع حضرتك وبتاعه ايه كتير جدا 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 انا بحيبك ايه عم جميل عايزين الشباب عايزين الحالة بتاعتك ايه الحالة دي ما احنا اه هي دي اللي بنفتقدها فعلا الناس انشغلت بالامور الحياتية والدفء قل جدا الظهر انا طبعا مش واخد بالي لان انا من جيل الدافئ جدا فبس الظهر كده يعني الحمد لله الشباب زي ما بنقول على قد يعني انا يعني بقيت حس المشهد هما بينك وبينتها الدسوء بقيت ايه عايزة ايه عايزة دايما يبقى فيه مشاهد اكتر يعني بزعل لما المشاهدكم تخلص لانه انت بتعلموا حاجات كتير بتعلموا الحياة بتعلموا الصدق بتعلموا يعمل ايه والتأثير اللي موجود جواه فانت يعني الشباب مفتقدين مفتقدين ده في البيوت مفتقدينه في الجامعة مفتقدينه في المدرسة في الشارع ما هو اكل عيش وخلى الناس تسافر وتبعد وراء اكل عيشها والبيوت تفككت شوية نتيجة كده يعني الدفء ده مفتقدينه طبعا كلنا يعني في حياتنا اكيد دلوقتي غير الزمان خالص